أن رسطورة المان يونيتد سابقاً دافيد بيكام يواجه تهم المشجعين بسبب رسالة وجهها لملكة بريطانيا واعتبر المنتقدون أن مالك فريق أنتر ميام الأمريكي لجأ للتحايل من أجل بلوغ هدفه وهو الحصول على وسام الفارس الملكي ونشرت صحيفة ديلي ستار البريطانية ردود أفعال مشجع المنتخب الإنجليزي ومتابع بيكام عندما تفاعلوا مع رسالة أشاد عبرها بالملكة إليزابيث وسمن مجهودها في تطوير المملكة وهي كلمات لم يتجرحها رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتلقى بيكام انتقادات وأوصاف قبيحة وأكد أغلبهم أنه توسل للملكة من أجل نيل رضاها ومصلحة شخصية لا يستحقها بالرغم من أنه يمتلك وساماً ملكياً من قبل ويسمى OBA وهو الوسام الرابع من بين ترتيب الأوسم الملكية ويحلم بيكام بتحقيق ما هو أفضل أي الوسامين الأولين وهما من صنف وسام الفارس وكلاهما ارتبط بتدخلات إنسانية شجاعة من المواطنين أو شخصيات شهيرة ونال أكثرها المشاركون في الحرب العالمية الثانية ويعد بيكام من بين أشهر الشخصيات الإنجليزية على مر التاريخ بفضل تألقه مع فريق ألمان يونايتد ومنتخب الأسود الثلاث كذلك مشواره الإداري ومسؤولياته اتجاه فريق أنتر ميامي وهو ما لم يمر على الدوان الملكي الذي كرمه في مناسبة تاريخية ورغم نجوميته وعطائه لم يسلم بكام من انتقادات جماهير بلاده لكن شهرته لا زال تتضعف بما أن عدد متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي يتجاوز 73 مليون متابع